ترجمة نانسي محمود بزمان يا باشا ولا ايه؟ زمان زمان وانت فاكرا ان الفلوس دي ممكن تشتيلي كل حاجة اي حاجة وعدين اكتشفت كل ما الفلوس كده كل ما فقدت وانا كنت عايزه زمان ما بقيتش عايزته بعد وانت عايز ايه يا باشا؟ نفسي نفس اشتري نفسي عندك حد يجعل كانت عندي واخدوها منه ايه باشا؟ ده الوضع خلاك فيلسوفة ايه؟ كنت بتسألي عن كاتل ايه؟ جاي جاي بيتة غزال يما من الفلوس؟ اي 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 انا اكلك برضو ايب عليك ده انت مني فودي يا با صباح الفودي صباح الفودي وعليشتا؟ بيتة يا غزال انا زعلان منك لو زعلان يا زفو البحر مليان بقى ام تقولك وديني المستشفى تونفضيلة لا ما انت لدم تحجزني من قبلها بيوم انا زلت قبل كشان تكتوك غزال الاوبر هموصلكش ولا ايه؟ انت هطفلات يا بيتة ولا ايه؟ يلا لو حيلة بدل ما اقلبك نعجة النعجة دي تبقى حيلتها غزال ما بينفش والعف الهش بالمعروف تاخد حقك يا خروف يا ابو الزفارة ايه دا شوية البيت دي جدع واخد حقك بالراحة ويا واش 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 دخلك بنا يا اجنبي اجنبي لي انا دخل عليك ببورنيتا ايه بتقول الكلام ده زفر؟ انا مش غريب لا غريب انت من تهواي واحنا من غناجر مصر ايه بقى اللي ملزقك فينا؟ اسأل الرئيسة بتاعتك باعترف ايه؟ عايزاني في شغل اللي زاك ما عرفش يعملو ماتحفلتش اه والله قاعد في شغل يخفش على غرابيل الهناجرة وايج المانورة دي اعوه ايدكم اتهواكي ماتحفلتش تاني معادي انت هادو اثبت نفسك ايه عنداليم ما تصلح الناب يا جارة لا لا كده الهناجرة هيعملو عجة وحقوش ببعد سلام يا جاود بيت يا غزال ما تنسيش تروح لامي هروح لها اخويا عشان خاطر ربنا انما انا بسمعش كلام الزفر يلا يا بيت نتحيلك سكتك يا ربا كنت فين يا والد بتختز غزات كده منش فاهمها كنت فين بطلبك على المحمول ما بتردش علاب طلق لا غدسان ولا حاجة رئيس انا قدامك اهو انا كنت بس قدام المصلحة السخان كده في جزيرة بدران ارض بتاعت ورثة ناحية رأس البر فلوح تقفش المصلحة اهوها بقى تجيت على طول رديت اه ما تشاطرين في الاراضي والعكرات وبقى لكو شنه ورنه ولكو سيت طب ما انت اللي رفضت تدخلي معانا في المصلحة دي يا رئيسك عايزة تدخلي معانا اوامر تحت امرك الفلوس اللي انت عايزة تدخلي بيها هكسبك اللي انت عايزة وانا عايزة اقولك على حاجة المليون بيجيب اخوه في خلال السنة لا يا حبيبي ما كانش حد غلب احنا قارب جدودنا لو خرجنا منه هنفتقر مش زيكو مساليب مخلطين يعني قدوني الهياكو المهم بقولك ايه انت تعرف واحد اسمها كاتي كاتي بتاعة ايطاليا ايطاليا ايه اخويا ده بيان عليها صائعة ده بيان عليها لقيمة ولا بيان عليها انها اجنبية خالص اصلاح رئيسة نساء مصري ونساء ايطاليا عشان كده فيها نار من جوا لا تبديش تعالت مع الكبار ازاي انا عرفها كويسة رئيسة وليه بس انت عايزة ايه ورسينة على الحوار وانا هجيبلك كل اللي ببطني هقولك على كل اللي انا عرف سيبك من كاتي دي صاخرة ومش هنقدر نكسرها عشان كده لازم نخطيها قصدك يعني نخطيها بجورج؟ بالضبط دي بس الاهم من كده بقى ومخاليلي مش تغرب قوي منها ليه غاد دلوقتي محتفظين برقوف ومخلصوش عليها خاصة انهم عارفين انه هو وهي اللي بوضع عملية التأمين السؤال الاهم بقى باشا هم عارفين انه نقل اسرار وفايلات شغلنا مع البيت الغجرية؟ اكيد عارفين واكيد متحفزين علي عشان يوصلوا من الغجرية اهل اسئلة دي كلها محدش حيقدر يجاوب عليها غير جرش يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا شرفتونا ان شاء الله الطاولة عزاقكم اسلم ايديك تمام تمام امامة كارمن بصراحة عندنا نبايك الشايف اللي عندك بيعمل اكل خطير طبقه ممتاز صحتين وعافي مع الوزير واينا من امسوا فيا مش مباينة شو اخبارها السابعة ده من هيدا؟ الحمدلله صارت احسن بس موعيد نومة متغيرة وبتاعتزر منكم الله يكون معا ويش فيا يا الله سألت الحكيم شو قلك على حالتك يعني الوضع احسن بشوي الا صحيح باسم واينا ليه مأجا معكم باسم اخر مرة ايجا كان متأثر كتير حبيبي صدم بعد موت الاسطين المفاجئ الله يرحمها الله يرحمها بحياتي ما بدنا نحكي بموت هرسمك بحياتي رح نحكي يلا بس نعطي للفمز عشان شو رأي كنا اخد كاس بصحة المشروع الجديد انا بطر تشرب مع الوزير معقولة؟ يلا قضي يصف ترينك بصحة الجميع وين يوستينا بنتي؟ وين ده اخي؟ يوستينا كانت جوها شو صار؟ يوستينا؟ يوستينا؟ وين يوستينا؟ وين أختك؟ صوفيا؟ وين؟ يوستينا حبيبيكي يلا 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 انا رفتها يلا انت عندك كل المعلومات عني يا باشا مش كلها انا كل ما اتكلم معيك احس اني بنزل في بيرغاوية مليان اسرار البزنس اللي انت تعرفيه ده هو البزنس اللي علوش لكن في بزنس تاني غاطس ما حدش عارفه وحتى لو كلمتك عنه انت مش هتفهمي منه ولا اعلم غير ان انا ممنوع حتى اتكلم فيه يا باشا هو حضرتك لسه مش وصق فيه؟ لا الحكاية مش ثقة او عدم ثقة لا دي ابجديات شو بصي فيه فرع نشأ في اجهزة المخابرات الغرقية الفرع ده سموه فرع العمليات القذرة يعني او ديرتي جوب او ديرتي وارق الجواسيس اللي كتبوا مذاكراتهم هم اللي جابوا سيرة الفرع ده واللي بيشتغل في القسم ده بيمدي من اول يوم على اقرار اقرار بنتحروا وبينتحروا فعلا؟ ممكن او هم بينتحروا لو غلط لكن لو يكمل مدته بسلام خلاص ممكن يعيش بس باسم غير اسمه اللي بدأ بحياته يعني يا باشا لو انت طلبت منهم انك تغير اسمك ونشاطك وهم رفضوا؟ ياريتي الخطرا دول ما فرزنيني يعني ايه باشا؟ يعني حطيني في الفريزر وده احساس بشع ما كنتش اتصور اني ممكن امر بفيهم من الامياء اللي بيشتغل وبيعمل سروة مع الجماعة دول مايفكرش اني يسيبهم بمساء هما اللي ايه بش؟ هما اللي بيقرروا يسهوه وده معناه انهم يدولوا التذكارة لعزرائيل أو لمستشفى الأمراض العقلية أو جالوا زهيمة وفي كل الحالات بيعيش باسم تاني غير اسمه اللي اشتغل معهم طب يا بشا يعني لو انت فكرت تبيع منتلكتك اللي هنا مثلا وهي بسم الله ما شاء الله تصد عين الشمس ممكن يمنعوك؟ لا ممكن يديقوني دول ايديهم طيلة أي خلية طب يا را عندي فكرة يا بشا بس يعني بلاش تفهمني غلط ولا بلاش اقولها حسن تفهمني غلط اتكلم يا شاهد بس توعيدني يا بشا يعني انك ما تفهمنيش غلط يا بيت انا مربي انطاعي بقى ما تزهقنيش يا بشا بعت لحد مثلا جزء منتلكتك اللي هنا والحد ده بقى جزء منها مثلا بعشرة مليون جنيه وحطينا العشرة مليون دول في البنك تعمل فايدة كويسة قوي يتحطوا في مشروع مجموع وتاخد على الحد ده الضمانات لي انت عايزها كلها كده يبقى محسوش بحيجة في نفس الوقت شغلنا الفلوس اللي واقفة في العقارات والقراض انا يا اسف يا بنتي ممكن اتخليك يمحة لحد ما يمشو الضيوف طبعا يا فندم ده لحبتها جدا طبعا يا بنتي بليز ما تدقى لما تعيط لك يوستينا انا اصلا مش عارفة اسمي ايه فيوستينا اسمي حلو قوي هيدا مؤقتا اللي حتى اللي تصيري منيحة ان شاء الله بيه بيه بيسر نترك الوزير وعيلته بره طيب طيب صفيا ضيوف بره مو صح احنا هيك يلا كارمن خليين يروحوا تعم بدي ايك تعمليلي قطيب دستار بتحب هي غزل البنات مع الايس كريم حاضر 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 لا 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 ايه كلام الحلو ده ايه الحلوة دي من عندها كلها صافصة اهل الخري يا اخويا كتير ايه 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 اهل الخير ياوا ليه عليك يا كلام ده انا ماشى اراكم الصبح يا صافصة وشفت كنت بتقص النسواه حتى ملا امر اطلقت الاوتوبيس وراح تقصتي الولية واول ما لتوبيس هاد ده رح تنط على طول بس انا عملت بقص لي غطت عليك وراح ترايح عند الست كده عملت حوار خليت الموضوع لبس في البيت بتاعت المنادي انت بترقبني بقى ايه عليك يا صفصف عيب انا برضو بتاع الكلام ده رقب كل كلام الرخيص ده انا كنت بحميك يا حبيبتي بقولك ايه ايه ببالغلق صفية طب يا اخويا انا اكل الاول كل انا انا عايز اكل انا شمم ريحة يعني قلبي مهافها في كده وريحة مش هممتهاش بغالي زمن اه هي يا رب قل يا خي يا رم عظمك انت شقيق كل حمام وكوارع وكباب احمدك يا رب او ماي جاد شي بيحزم الانت عم تفتكر انه هيد البنت المصرية هي نفسها يوستينا هي منا بوعية سو وضعها مانو سهل لايكي انت ما شفتي قديس كينت مبسوطة فيها كنت متجن من فرحتها ايه؟ هيدا شي صعب كتير عدنان انا صرت محتاج دكتور نفساني يتابع حالتهم لاتنين بابا فيه دكتور بيوجيكال ميديسن حيتابع حالتهم لاتنين بتقطع بتقطع ما تعتلوهم عمو عدنان انا وطوني اتفقنا على شي بدنا نخبرك ياه طوني شوباك حكي لورا كان بدنا نتجوز الكريسميس الجاي بس انا كنت عم قلن اجلها على الصيب ايه ما عندي مانا عباسا استكتفوا وانا مع عدنان بايك يلا هومو خلينا نحكي شوية بالبيزنس يلا اوكي تا ليش ما وقعت عدل المصنع النفايات اليوم حكى معي الملحق التجاري لسفارت الصين وخبرني انك ما وقعت العدل وانك تفيت بس ببطوعية بروتوكولي مبدأ عام ما بيتضمن المشروع معالي الوزيرة انا محتاج وقت لأدرس المشروع اكتر ما بيكفي افهم واكبر بيت خبرة بلندن ما اعتمد المشروع والبنوك والحكومة الحكومة لوحدة هتعطيك أربعين بالمية والبنوك هتعطيك خمسين بالمية يعني انت هيك عمليا ما هتدفع غير عشرة بالمية هم؟ ابنفسك عم بتقول اني انا اللي بوش المدفعة بس انا كوزير بالحكومة ما بينفع نكون بالمشروع هم؟ زوجتك من المساهمين في المشروع مع الوزير زوجتي باية رئيس حكومي سابق ومعتزل السياسي بعدين انت ليش مانك متحمسة الموضوع؟ فيشي؟ احكي تخبشي يا عدنان مام السلام كل يوم منتها صف صف كل يوم كل يوم ايه؟ هيكش مفكرني هضيع القرشينات على الاكل انا عايزة افتح القتالي اللي بحلم بيه ايه؟ قتالي يا اختي انت قتاليه؟ انت هنزيتي ملكش فيه ده شقاية انت ليك المدعوة الكفر اللي بتشربه واتطلعني بقى من راسك خالص بقولك يا صفية فكك بقى من ايه؟ من الكعبالة دي كلها وايه بي بنص الغلة كده عشان ايه؟ نبقى حلوم مع بعض يكش مفكر ان انت هتقرب لشقاية ده انا يا اخويا لو كنت اتعكاسته وتراميت على البرش ما كنتش عبرتيني زي المرة اللي فاتت ايه بي بالغلة يا صفية كده بالاصول وبالاداوة بدل مع ملع معاك ايه انا كنا بنهزر يا ريسة هو ايه بي سلامت عايزبتة كده يقولي عايز باتة باتة وكان بيعايرني بخلفتي للصبياء كنت بفهمه يعني من دي حاجة بتاعت ربنا وكده يعني ربنا؟ هو انت تعرف ربنا يا عويلة يا بنت الحداد اه منك وكون النسوان فيه؟ شوفت يا ستنة؟ شوفتك هتعجيب رأمت يا ستنة عشو كنت نوعه هتقولك عليها بتعمله يا خوية طي ما خدت شرقباتها انت ليه بدل ما هي تاخد رأبتك ايتها وتكلم اه يا بتقص بتق... بتقص الاكلها ستنة بتقص الاكله وتسرقه وتجيبه وتتفحونه شايف ازاي بص العويل والعويلة قال ايه؟ بيسرقه بيسرقه الاكل فان يا اخويا المبنون اللي اللي عطيته واللي سادت ديونها بيه ارمالي ومور يا رئيس اسمع يا زبطين اقلب للبيدة عليه واطير غاية لما اطلع لي المبنون كله المخمراء اللي بتستمى بنت الحداد دي ايه ومور يا رئيس تاني يا كبير انا ما عصتش حاجة مصتش حاجة يلا يا مارة كهينة ومالي ديوني اللي سادتها دي سادتها من ايه ها؟ مل اكل يا رئيس المبنون كله احطينه في شوال الرادة شوال الرادة سكة وطريلي شوال الرادة سكة وطريلي شوال الرادة ارمالي ومور يا رئيس هات الجوز دولة مع المنقت لغاية لما يجيلي مزاجي السلة عليكم تجوز هشوف هاعمل معاكو ايه انت لو كنتوا جتولي سكة وطريلي كده وطولي الصراعة كنت عافيت عنكو لكن الكهني بتاع النسوان ده وانا عارف انك مره لقيبة لكن انا ليه تصرف معاكو يلا هاتهملي يلا يا ارمالي تومون يا رئيس اطلع عادة اوية قدامي اه سكة وطريلي الحساب قدامي يا اختي هاهاهاهاهاه تستهلاً إنت الحداد إنت والعويل هيتعمل لكم جنازة تشبع فا yeah روض لاطن وتعديد هاهاهاهاهاهاهاهاهاها معا لي الوزير السروة لما ترتبط بالسياسة تكون مهددة بالانهيار وأنا ما بدي مشروع المصنع ترتبط بحزبك انت رابطه بالحزب من الأول وهذا معناه لو أن الحكومة سقطت أو حضرتك طلعت من الوزارة رح لاقي ألف معوى الهدم ضد المشروع وضدي شخصياً ده أنا شو بفهم منك؟ أنت هلأ جاي تقل لي هالحكي بعد ما جبت لك موافقة البنوك وموافقة الحكومة؟ ده حتى رئيس البرلمان ورئيس الحكومة أول مرة بيتقوا على الشيخ هو هيدا المشروع شو بك عدنان؟ بس عم بيك اسمعني أرجوك أنا جتني خبرياً أن الحكومة رح تستقيل وهذا معناه أنه لازم ننتظر وننفذ المشروع بدون تأثير سياسي فنان شو عم تحكي إنتي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ده هاي حاية تشجير مصر بيهي لورا شفتي هيدا التاتو؟ ايه شفته لما كانت في الأوبيتال منك متذكرة مين اللي عملوا له هيدا التاتو؟ ملأ مش فاكرة بس مش مستغربة يعني عادي تلكولي يا ستينا يلا روحوا صفوحالكن خليوا قاعدة حدي روحوا أنتي قطني قالي حتى إيجي سلم عليك أهلاً حبيبتي لورا هيدا صوت بابا تعي تعي نشوف يشتير ايه بابا شوبك؟ ماما وين؟ بتوالد بس تخلص أنا أطركه بالسيارة عمو أحكي لي شو صاير؟ مافيش يسأل بايك شكله الحادس أسل على رأس ومش على رأس اهي ومش على رأس اهي ايه بابا الحكي؟ ايه بابا الحكي؟ كنتي خليت في عيبلك يا زلمة؟ انت مانك عارف حالك شو عمتو عمو؟ شو فيه؟ مافيش يرحوني على السيارة لورا شو فيه؟ ماني عارفان الشي بدأ قللك على التليفون بس ارجع لي ايه احتينا احتينا شو عم يصير بيه؟ شو فيه؟ من الأول ما كان بدي هذا العقد ما كانت مرتاح انت اللي كان بدك ياه من شان ترضي سهرك الوزير شكلك حكيته بالمصنع ما هيك؟ شكرا للمشي ايه احتينا ايه احتينا رأيك ياه ياه دا تاني قلب بدهولك التالتة ان شاء الله هتبقى رصاصة بقلبك متضربين عشان قلبي محلوة على سمع بناتنا همجرى؟ مالهم بنات الهناجر بسي تقولها على عندليب إنه فرانجي ده ابن عمك وسرينة بنت عمك يعني دمك عندليب ده غجري تهواكي يعني مننا ولما هم بقى زينا ليه علمتون إنه هم عصيين وإنهم مولاد إبليس وزيهم زي المساليب يا رئيسة يا رئيسة الغجري تسمحيني أرد المراد بدانك أنا كنت موجود جوا وسمعت النتائج الزحلاوي مرشح رئاسة الحكومة بعد تنفيذ مشروع إنقاذ لبنان من النفايات الوزير الزحلاوي ينقذ الحكومة بصفقة النفايات اللبنانية مع الصين شو على الحكي يا عمي؟ كويس إن في إجماع في شيء في لبنان أول مرة تكون الحكومة والبرلمان والرئيس مجتمعين وده الصالح إحنا ناخد كل السيكسيدة بس أنا شايفك بجمع كل الجراية دي اللي معها المشروع وهي دي كل التمويلة من الوزير زحلاوي أستاذ أن تنتبهي أنه في ناسي كتير معارضة بخصوص هي طيارات الجنوب وفي أعزاب تانية بتحفروا رايدة المشروعة بس لأنها معارضة زحلاوي هنا نشايفين هيدا الموضوع صفق سريعة ومعلوماتهم فيما سام أنتو كلبنانيين مشكلتك القمامة وكتير بالدول العربية وصلت المظاهرات لسه الأسبوع اللي فات دع دع شوف دع دع خد فكرة ما في داعي تابع كل شيء طيب لما يجي وزير يحاول يشيل المشاكل دي مشاكل القمامة وشاكل قطع الكهرباء ويحاول الجزء منها لطاقة يعني بيحل مشكلتين مشكلة تخلص من الكرسة القمامة والمشكلة الكهرباء اللي بتقطع كل شوية تفرجي شو هيدا؟ هيدا موقع نشر تقرير خطر يحكي عن هيدا المشروع أنا شايفه بيلف حوانين الموضوع ومعلوماته مش مرتبة لماذا؟ لماذا؟ يصر الزحلاوي على عمل صفقة مصنع النفايات مع الصين رغم أن هناك عروض أفضل من ألمانيا وفرنسا؟ وما هي علاقة المافيا بصفقة النفايات؟ ولماذا وفقت الحكومة اللبنانية على المشروع دون مناقشاته بشفافية في البرلمانيا؟ ما هي الأسباب التي منعت مجموعة عدنان الأخرص من توقيع الأقض مع الوفد الصيني لحد الآن؟ الغجر ثلاث أنواع النوع الأول اللي هو الحناجر اللي هم أحنا النوع الثاني الحلق بالنظر اللي تعرف عنهم أنهم بيرقصوا وبيغنوا في الموالد والتنجيم والمندل والتبصير النوع الثالث مساليب دول مش مننا لأنهم بيعتمدوا على السرقة لأنهم اختلطوا بالفلاحين والبدو والأغراب عشان كده ما بقوش مننا خرج منهم فرعة بهاقوة ودول يعني أقرب للهناجر بكتير من أي حد تاني ورايبين إزاي؟ يا حكيم انت علمتنا وإحنا صغيرين إن المساليبوا اللي زيوهم أولاد إبليس وأنهم خانوا قبيل فهمت غلط فهمت غلط يا زفر قبيل ملحقش يبقى له مساليب إحنا لسه نغاية دلوقتي بنبحث في نسلهم افهم يا زفر بقولك يا دا زفر أنا مش عايزك ترغي في الحوار دا تاني خالص أنا منكو ابن عموكو غصبا عنك وغصبا عن أي حد والكبرات بتوع الهناجر قالوا كلمتهم وأطمت يعني ما سمعش الكلام دا بيتقال تاني ولو جبتلي شيخ مشايخ الهناجر اللي في العالم كلهم مش أصدقك وبعدين يا با المصالحتك صالح صح يا عندليب وبعدين لو أنت غيران على بنات الغاجر وشفتوا ركب مع سرينة في التوكتوك لو عاوز تتجوزها قولي وانا جوزها ل اسمعي بس يا رئيسة أنا ما عملتش أي حاجة تيجي ناحية سمعة سرينة أنا نازل من الموقرو بس خدت توكتوك يا دوب شفتها وقفة قلت للتوكتوك لف بنت عمي وقفة لك وصلتها مش أكتر هشت يا عندليب بتعرف في الوصول صحيح خلاص تقول يا زفر عايز تجوز سرينة هجوزها لك دلوقتي حالا سرينة زي أختي خوخة وانت عارفها كويس أنا بحبك مين وعاشي مين وعاوز تجوز مين خلاص بكورك ملعبك روح دور عليها ولما تجيبها أبقى أجوزها لك عطيب رده وعد يا خرنامة وعد ماشي لي 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 الواحد دانيا هيا يا حبيبتي طعمية منيح كارمن في دوا كمان لازم تاخدو ولا عم حيو الأدمة فيي كارمن كارمن هاي دي الماما طعمة تروح تشوفيها يا عزي يا أنا عايزة عايزة يوستينا 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 أوليلا نايمة أوليلا عم تشتغل على الكمبيوتر أوكي أوكي حبيبي دكور دكور شكرا ممكن بقى تاكلة أنتي ما أكلت شيء من الصبح على فكرة أنا هندي الدين وأعرف فاكل كويس قوي روحي أنت وملكش داوة باي أخي دي كلم باي دايكة لأنه في دوا كمان لازم تاخدين أنا عايزة أعرف الدوا ده بتاعي يعني كل واحد لشي في هيدا مثلا كرمال تنشيط فص المخ في هيدا كرمال الأعصاب في هيدا كرمال الاكتئاب وهيدا ما بعرف شو بس بدي خبر لورا أسأل عليها هيا لورا خطبتك؟ اي قالت خجمتي صريف عوي بشكلكم بتحبوا بعد عوي تقريبا هيك تقريبا؟ ماذا؟ لورا بنت وزير وهيدا شيء بيعطيها باور لأنه تعمل أي شيء بتضايق وأنا هيدا الشيء مانو ستايلي لا أنا ولا باية آه عشان كده بابا كان بيزاع وبابا كدخاني معي شو بديك بمشاكلنا؟ خلينا فيك أنت أنا لازم اطمن عليك قبل ما يجي الدكتور طب مين يا حبيبتي؟ أنا اللي بعمل غلط ولا عندي حاجة تكسف منها؟ يعني أنت ما خرجتيش بره الرابع مع اسمه عن دليب ده؟ أخرج ولا أدخل؟ أنت ما لأهلك يا أخت الزفر؟ أنت لكم إيها عندي؟ ده أنا لأمي وباي أطلعوا من الطربة مش حاسبوني حساب الملكين ده بعدين يا أخت أنت بساعة ما دخلت عليها وانت عمالها تتأمازي وتتلمازي أنت لكم عندي إيه؟ اللي له عندي حاجة يبقى يجي ياخدها ماشي يا سرين سمعي ما أقولك أنا اللي ما يحطنيش كحلي في عينه ما حطهوش مداز في راجلي بقولك إيه؟ ما تسيبك من شغل الغجر ده؟ هو أنت بتعملي كده؟ عشان يزفر يغير عليك ويتقدم لك؟ إيه؟ هقولك السؤال بطريقة تانية هو أنت بتحب اللي اسمه عن دليب؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ إيه إيه؟ هو إحنا هنفضل طول الليل في إيه؟ بقولك إيه يا أختي أنت لغبطتي كياني أمي بينا نعمل العدس شغلبتي كياني يا بنت أم مونة أم مونة؟ تصدق أن أنا عندي معادة نعمي في المستوصف؟ بقي بقى عينيلي سلطنية عدس كده يلا بالإذن يا سمينا وكت بتحب تأكل العدس من إيدي يا ترى أنت فين يا أختي؟ يا دكتور أي تكلفة، أي دواء، أي علاج ما تفكى بالمصاري النبض والضغط والحالة الجسدية عموماً جيدة بس الأشعة بتقول إنها حالة أمانيزيا فقدين للزاكرة وهي دي الحالة تحتن علاجها لازم تتعرض لجلسات تحفيز مغناطيسة ومحتاجة برضو جلسات من شان العلاج السلوكي مع الأدوية اللي رح يحفزوا الفص المتضرر من المخ واللي فقد إدراكم طيب، منك متذكر أي شيء؟ أي شيء يا حضرتك ممكن نردين يا يوستينا متل ما بدي طيب يا يوستينا، منك متذكر أي شيء من الماضي؟ لا أي شيء يعني يعني منك متذكر مكان معين فكرة معينة منك متذكر أشخاص معينين طيب مناخ جو منك متذكر إن كنت عيش بمناخ تلج وبرد ولا مناخ حار وشوب منك متذكر فكرة معينة لون معينة ريحة معينة منك متذكر الشيء؟ نعم أمانيزيا حادة يا عدنان باية يعني شو؟ يعني متل ما قلتلك هيد حالة فقدان للذاكرة وحالة معقدي العلمة اللي هلق عم بيدرسوا وبيعملوا بحوث ودراسات حول هالموضوع وهي الدراسات شو بتقول عن حالتها؟ السواني بس المنيمات الأحلام عم بتحلم إيه؟ أيه بحلم ممتاز هذا مؤشر كتير مهم يعني عقل الباطن مازال بخير بتتذكري أخر حلم حلمتي أو على أقلها حلم من الأحلام الأخيرة؟ أيه أنا حلمت ببارحة كتير كويس أحكيه لنا إيه؟ حلم؟ طيب، وهيدا الحصان اللي شفتيه في المنام، بتعرفيه؟ هو كان بيجري ناحياتي وكان فيه واحدة ركباء، بس أنا ما عرفهاش وبتهيالي إن أنا عرفها، ما عرفش كيف يعني ما بتعرفيه أو بتعرفيه؟ ما هو يا بتعرفيه يا ما بتعرفيه؟ أنا مش قادر نجاوب على السؤال ده أنا وهي دحكنا، وتكلمنا مع بعض ومش عارفة لو كانت هي أنا ولا أنا هي طيب، وفيه إشياتين يا شفتيه؟ أيه، شفت ملعب كبير، وجمهور كتير، وأحسنة كتير، وناس بتشجع لحد ما لمن شو؟ حد لما الحصان وقع ولما الحصان وقع، شو حصل؟ طريباً ما